لقاء جديد للرؤساء العربي في تونس حضرت فيه اليمن ضمن عديد من الكلمات التي أكدت في مجملها على دعم الوحدة الوطنية في اليمن والتأكيد على أهمية الحل السياسي المرتكز على المرجعيات الثلاث وإدانة دور الإيراني الدائم لمليشي الحوثي في القمة أيضا كان التحدي الأبرز أمام الرؤساء والملوك والأمراء العرب يتمثل في تهجي كلماتهم الإنشائية التي لا تحمل أي موقف إذا ما يحدث في المنطقة العربية وهي محاصرة بموجات الحروب والصراعات من عتبات الجنوب إلى أقصى الشمال جهد بالغ يبدله القادة العرب للبقاء يقضين أمام نوبات النوم التي تغلبت على كثير منهم في أحاين متفرقة وهي حالة من التناقض بين حال الحكام وواقع شعوبهم وسط حالة النعاس وتثأب المخيم على القاعة جاء دور الرئيس هادي الذي أعاد تكرار ما يقوله دائما في توصيف المشكلة اليمنية لا يجد الرئيس هادي إنجازا يمكن له المفاخرة به أو الحديث عنه خلال فترة رئاسته الممتدة لسبع سنوات والتي قضى ما يقارب من نصفها خارج البلاد فما كان أمامه من بودنس والحديث عن دور السعودية وما يسميه هو بالدور التاريخي للمملكة في الوقوف مع الشرعية اليمنية لقد حب الإشقاء العرب لنقدة أخوانهم اليمنين وتقدم كل ما يلزم من الدعم لمساعدتنا من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة على كامل التراب وطننا اليمنية الحبيب إن حديثا مثل هذا مرده حالة الاغتراب التي وصل لها الرئيس عن واقع بلده هكذا يعلق الكثير من اليمنيين ممن أصبح لهم توصيفا مختلفا لممارسات التحالف في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر